طب ممكن أسأل حضرتك كونتي رأيك وتصورك عن الجماعة الإرهابية منين؟ من الممارسة من الممارسة أنا لما ألاقي ناس بتحاول تفتتني يعني بتحاول تخليني أنا بردخ لتركيا لأن تركيا مسلمة طب أنا مالي أنا مالي أنا فيش حاجة اسمها أمة إسلامية وإلا هقبل أمة يهودية الأمة ما تبقاش على أساس الدين الأمة تبقى على أساس جغرافي المكان اللي بنعيش فيه اللي إحنا لازم نحميل أنه هو ده زي البيت لو واحد جالك يقتحم بيتك مهما كان دينه وأي أن كان دينه هتقبل مش هتقبل فهو اللي حصل أن أنا كنت بتابع أنهم هم بيقسموا عاوزيني فتتوا أكتر ما بيجمعوا بيفتتوا على أساس ديني وأنا درسة شريعة إسلامية ودرسة دين لأن أنا كنت تعرف أنا خارجة حقوق يعني مشتغلت بالمحماء قبل مفسد وروحي الإعلام استفساد كويس يعني الاكتفساد يتروحي الإعلام بالضبط فالمهم وده صدفة بأحكيها لك مرة فالمهم أنه أنا اللي بقوله يعني أن أنا شفت يعني شفت مشهد غريب أنه فيه ناس بتتكلم عن مصريين قسمتهم لكذا حاجة إحنا عمرنا ما كنا كده ودايما انتصرنا بوحدتنا يعني إحنا مثلا في ستة وخمسين محدش أبدا يقدر ينسى إنه لما عبد الناصر يوقف في الأظهر الشريف وقال لن نستثم لقد وجد من فرض علينا القتال ولكن لن يوجد من يفرض علينا الاستسلام سنقاتل أول ما قاله سنقاتل انفجرت أنبيب النفط منها المحيطة إلى الخليج هي دي بقى قيمة الوحدة إن الوحدة بتبقى قوة مهما كان اللي قدامك والوحدة المصرية لما بتطلع ما حدش بقدر يقف في وسطها خالص يعني فاللي حصل إن أنا كنت بتابع وكنت خايفة صراحة يعني كنت بقول إيه ده إيه اللي بيحصل حتى أنا قلت أنا حسن دي مش بلدي يعني وكان اللي كان في في الأمن في الدخلية كان حبيب العدلي وكان حبيب العدلي الداخلية كان وزير الداخلية بس كان في حد في الأمن الدولة لا في أمن الداخلية يعني ده صحبي يعني بس معلش تعرف السن اللي هو أحيان المهم إنه كل اللي قاعدين لما قلت لهما أنا حسن إيه مش مصر اللي أنا عارفاه لأنا سبتها من 27 سنة كترة فهو قال لهم لأ فؤاد علام فؤاد علام فقال لهم لأ فريدة ليه حق أنا حسيت إن فيه تغيير إن فيه تغيير بقى حتى فيه فرج طائفي في الشارع بغض النظر عن أي حاجة أو عن أي معتقدات أنت لما تيجي تفرد زي معين على المرأة وتحقر فيها وإنها كذا وإنها كذا وإنها كذا دي مش مصر مصر كان فيها ملكة من 5000 سنة مصر يعني هي نموذج الحضارة والتقدم وكل حاجة حلوية فاللي حصل إن أنا لما رجعت كنت بتابع ومخضوضة الحقيقة كنت قلقانة لغاية لما بدأ الإخوان يعني يسيروا عن وجوههم الحقيقية بقى ومحدش حينسى أبداً إن عصام العليان لم يوقف وقال إحنا قلنا للأمريكان تصوروا الشوارع في مصر وشوفوا عدد المحجبات هتعرفوا إن إحنا جاينا نحكم على فكرة ده على اليوتيوب أنا مش مخير عين فإذن يعني هو كان الحكاية كان حاجة يعني غرض محطط لها كمان بالضبط غرض يعني